يتوجه وزير الخارجي سمح شكري إلى سلوبينيا حيث يترأس الوفد المصري في أعمال الجولة الثانية للجنة الوزرية المشتركة لتعاون الاقتصادي بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية وأوضحت وزارة الخارجية أنه من المقرر أن يجري شكري مباحثات تستهدف ملفات العلاقة الثنائية وسبلات عزيزها بالإضافة إلى التشاور مع نظيرته سلوبينيا حول عدد من الملفات الاقتصادية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تتبنى سلوبينيا موقف داعمة لها تجلت بوضوح منذ بداية أزمة قطاع غزة